السلام عليكم شباب اليوم جتنا لابتوب ديل 1440 انسبايرون الماذربورد مالها عاطل خلينا نرفع القياسات سوى ونشوف شون المشكلة مالتها بالضبط قبل كل شي خلينا نربط شاحن ناخذ الارض من اي مكان على مسفة الحماية الاول او مسفة الدخل الاول عندنا 19 الخرج 19 كنشوف المسفة الثاني المفروض عندنا هذا مسفة الدخل الثاني شباب على مسفة الدخل الثاني ايضا 19 فولت على التخريج مع المسفة الثاني ايضا 19 خلينا نقيس فرق الجهد على المسفة الدخل الثاني ايضا 19 فولت بشكل كامل بدون اي اشكالات ناخذ امثلة عندنا هذه الدائرة وصلها 19 هذه الدائرة وصلها 19 وهي الدائرة وصلها 19 وهي الدائرة وصلها 19 شباب مثل ما شوفون كل الدوائر الالكترونية او البور سيبلايز اللي على الماثر بورد وصلها 19 فولت ايضا دائرة المين باور ايضا سليمة بشكل كامل هس نجي الخطوة الثانية بعد ما اتكدنا من عبور 19 فولت الى جميع البورد او البورد كله نرفع عدنا كم فولتية مهمة اول فقرة نشيك الفولت على زر التشغيل ثلاثة بوينت اثنين فولت تشغيل موجود في هالحالة عدنا ايضا على البايز ايضا موجود 3.3 على الرجل الثامنة 3.2 مثل ما شوفون شباب يعني بل عدنا نشيك البورد سيبلاي مع نشيك الخرج مع الخمسة فولت وال3.3 خلي نتأكد من سلامة الدائرة المهمة بالتشغيل اعتقد هذا الاي سي هذا مكثف الخروج ومكثف الخرج مع الدوائر مثل ما شوفون شباب لا عدنا 5 فولت لا عدنا 3.3 خلي نشوف الاي سي نفسه يخرج فولت لا لا اربعة بوينت اربعة ثلاثة بوينت اثنين اربعة بوينت اربعة واحد بوينت تسعة هاي هاي كثل ما شوفون شباب الكويلات ما لدوائر ما عليها اي فولت عادة طبعا هاي دائرة الشحن بها فولتية اما اهم دائرة عندنا بالتشغيل للثلاثة بوينت ثلاثة و الخمسة فولت ما بها اي فولت واصلت تسعة عشر وما قاعد تخرج عندنا لا ثلاثة بوينت ثلاثة ولا خمسة فولت رغم وجود الفولت على حواف الاي سي كما شوفون شباب خلي نشوف البولتيات اللي قريبة على الايو تشيب مثل ما شوفون شباب ثلاثة بوينت ثلاثة مخرجين على الايو تشيب هاي اللي اشارات مهمة يبعثها على زر التشغيل وعالبايز موجودة اذا شباب على الاغلب الله اعلم عندنا المشكلة بالاي سي الرئيسي مع البوور او اي سي الثلاثة بوينت ثلاثة والخمسة فولت خلينا نروح جوى الميكروسكوب ونشوف شنو نوع هذا الاي سي ونحاول العوضة ونشوف اذا راح اشتغل عندنا البوردولا اagna فتلاح اذا ق restrictions واحد وخمسين مية وخمس وعشرين وما حسب مشهكم شباب هاي ستية واحد وخمسين مية وخمس وعشرين اي ستية كي لحسب الإرامة البوورد واحد وخمسين مية وخمس وعشرين او امتمhilقى وماذا نفعل حسب الاتاتفل انتظر انا المعمل مع بي FavoriteFather بعد عناء طويل طبعا دقينا الاي سي اللي هو واحد وخمسين مية وخمس وعشرين دقيقتها على بورد كسر من بورد الكسر هذا الاي سي يعني مقدر مين قريب بسهولة شوية كتابة عنده الكتابة اللي فوقها شوية من بسوحة شوفكم حاول شوفكم علكم سمية وخمس وعشرين دا شوفون شباب علكم احسن عمسة عشرين علكم احسن علكم54 علم احسن علم احسن علم احسن علم احسن علم احسن سوف نرفع لأيس الخربان أولا نشك بأنه خربان أكتمال يكون خاطئ على أغلبي هو السبب ممكن يكون سبب آخر خليتأكد موسيقى 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 بدنا لأيس الشباب خلي حاليا نعمل فحص الفولت مرة ثانية نشوف وصلنا المتيجة أولا موسيقى نربط الشاحن بسم الله موسيقى 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 إذا المشكلة لدينا ليس في إيسي سأستعدنا باستبدال إيسي يا شباب بعد ما شفتوا أنه ما شوفه بعد ما شفتوا أنه بدنا الحتة الإيسي أو المنظمة المسؤول عن 3.3 أو 5 أيضاً الفولت لدينا وعندما خرج عندي شك بسيط برغم استبعادي لعض الاهتمال أنه البايز تجلب البايز بي شكال هو اللي مسبب هاي المشكلة يعني ممكن بشكل من الأشكال انه البايز يقطع بور خلي نشوف ايه شباب بعد ما شحني البايز ايه شباب بعد ما شحني البايز ايه شباب مثل ما شفتوا فانت شب البايز وشحنت البايز جديد خلي أرجع على الحمام مكانه ما نحتاج الميكروسكوب هاي المحاولة الأخيرة أصلاً شباب لأنه إذا ما شتغل عندي مراقبة راح أضيع بي وقت أكثر من هيش لأنه شغلي كثير إذا راح أضيع وقت أكثر راح تكون شغلة خسرانة هذا البورد لأنه أصلح أمور أسهل مما دوق راسي بهذا البورد أصلح أمور أخرى وأقدر أطلع فلوس أكثر مما أضيع وقتي بهذا البورد ولهذا راح تكون هاي المحاولة الأخيرة إذا ما أشتغل راح مباشرة أشدة وراجع الصاحبة أقول له ودي المصلح ثاني ما قدرت أصد نتيجة يعني إنه إن راد لفحص دقيق وتتبع الإشارات اللي طالع من ومن ومن رايحة لل واحتمال يكون بي أصلاً الشب الرئيس يضارب فما أريد أضيع وقت أكثر ترجمة نانسي مثلاً ترجمة نانسي ايهاً ترجمة نانسي هم شوف شباب شوف وطاية الخرج باة شوف بصدمة ياولد 5.5 خمسة فولت وللا 3.2 فولت كانت مو موجودة بمجرد شاحن البايز رجعت الفولتيات بمكانها البايز سوفتوير بايز يقطع باوار للابتوب كلها البشر طبعا يبقى أن الحد ما يموت يتعلم ما جاء وما واجهتني كحالة نهائيا توارفون شباب هاي أول مرة أشوف انه سوفتوير بايز يقطع لابتوب باوار يا خبراء الصيانة اللي جاء شوفون الفيديو مريني بيش تجربة تبولي بالتعليقات إذا مريني بيش تجربة وإذا ما مريني بيش تجربة شايفين هي الشي يعني ومتوقعين أنه يكون السبب هو البايز على عموم تجربة استفادية منها وفدناكم إن شاء الله بيها إذا أعجبكم الفيديو رتنسونا بالاشتراك بالقناة وفعيل زر الجرس وإعجاب على الفيديو أيضا خلينا نعمل شغلة أخيرة قبل ما ننهي الفيديو شباب خلينا نروح نتجربة على اللابتوب نشوف نقدر نحصل بيانات على الشاشة لو لا خليكم ميانا ثواني البورد الشام ما كان وربطنا زر التشغيل ربطنا الفلاتة مع الشاشة بدون تركيب بمجموعة التبريد ولا ربط أي شي بس مجرد الفحص لغرض الفحص يعني سربطنا الشاحن بسم الله الرحمن الرحيم شغلنا اشتغال متل ما شوفون وانت صورة والحمد لله والشكر لله بقى بس نطبق اللابتوب ونسلمها للزبون الموديل اللابتوب مثل ما شوفون هنا مكتوب عتكم من سبايرون الف واربعمية واربعين هاي معلومات اللابتوب تحياتي لكم كونيكم سيفر دايما قنات رداويتك في امان الله